حالة من البهجة والفرح والسعادة بالإنجاز الكبير جداً اللي حققته بأسة منتخب مصر للرفع الأسقال في بطولة العالم هذه الحالة الترجمت على السوشيال ميديا كلنا شفناها لقطات مهمة جداً ومبهجة زي ما شفنا كده هاشتاج عنوانه الأوناش المصري هم فعلاً أوناش طبعاً الهاشتاج ده متصدر السوشيال ميديا شفنا تقلق لافت جداً مع بطلة مصر في رفع الأسقال سارة سمير سارة توجد بالذهب في وزن 76 كيلو مش بس كده سارة في البطولة دي لوحدها كده حققت تلات ميداليات ده سارة واحدة من لعبات رفع الأسقال اللي قدرت تحقق إنجازات مشرقة وكمان مشرفة لمصر وده كان خلال فترة قصيرة جداً دايماً بتعافر ودايماً بتشتغل على نفسها ودايماً مهتمة جداً باللعبة وبتحاول إنها دايماً تقدم أفضل وأحسن مستوى في كل البطولات اللي بتشارك فيها عشان كده نقدر نقول إن سارة سبق وتصدرت التصنيف العالمي للعبات رفع الأسقال في وزن 76 كيلو جرام بعد الإنجاز اللي سبق وحققته برضو في بطولة العالم اللي فاتت وفازت بتلات ميداليات ده إحنا كمان عندنا بلدوزر تاني كلارك رفع اسمه كريم كحلة الوينش المصري اللي حقق تلات ميداليات في البطولة اتنين دهب واحدة فض كريم ظهر بأداء قوي جداً وقدر أنه يتفوق في وزن 96 كيلو جرام في منافسات الخطف وحصد الفض بعد كده حماسه زاد شوي وقدر أنه يحقق الدهب في الكلين بعد ما رفع وزن 213 كيلو جرام ورجع مرة تانية ورفع 387 كيلو جرام عشان يتوج بالميدالية الزهبية التانية كمان معنا لعب حقق الميداليات البرونزية في البطولة وهو الوينش المصري محمود حسني ده بقى غير نعمة سعيد واللي حصلت على المركز الرابع في مجموع المنافسات في البطولة احنا قدر نقول إنجاز مشرف للعادي منتخبنا الوطني في رفع الأسقال إنجاز رفع اسم مصر في أهم البطولات العالمية شكراً يا أوناش شكراً لأوناش المصرية صارة سمير وكريم كحلة منصبح على حضرتكم صباحكم زي الفل وكل إنجازات وكل بطولات صباح الخير يا مصر